السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعي القناة عالم اسكا بالنسبة لأول مرة يدخل هذه القناة لا ينسى الاشتراك وكذلك لا ينسى الاشتراك وفعل زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد وكذلك نشكركم بزاف التعليق ديالكم اللايكات ديالكم الدعم ديالكم اللي كي شجعوني أنني ديما نقدم لكم الأفضل الفيديو ديال اليوم هو سبب زيارة وزير الداخلية فرناندو مالاسكا بالنسبة للحكومة الإسبانية عندها واحد نويبو بلان عندها واحد تخطيط أنهم يوجدوا ستلاف سرير في الجزء الكناري باش هدوك المهاجرين ما يدخلوش لمدن الإسبانية ويضغط على المغرب باش يردوهم وهذا هو السبب الرئيسي باش زار وزير الداخلية المغرب نخليكم معي عفوا نخليكم معي حتى الأخر سوف نضح لكم شكو اللي غادي ردوه وشكون غادي بقى سوف نضح لكم يجب أن نزح لكم المطلقة بالفرقات لكم وكذلك المهاجرين الأفارقة نحو إسبانيا. يعني عشرات الألاف اللي وصروا في هاد الأسابيع في هاد الأسابيع الجزء الكناريم وهاد الشي خلق مشاكل كبيرة داخل البرنامج الإسباني حتى وصل لحد أنهم كي يطالبوا بإيقالة الوزير فرناندو مالاسكا ونرجع للموضوع ديالنا أخوتي أخوتي يعني شكون لي غادي يبقى وشكون لي غادي يرحلوا بالنسبة للناس لي غادي يبقى من المهاجرين يعني الناس الحوامل نساء الحوامل ما غادش يردوهم كذلك المسنين كذلك مينوريس أي الدراري الصغاري أقل من 18 لسانة وبالنسبة للناس اللي غادي يردوهم اللي غادي يتم ترحيل ديالهم هما الناس المجوريس يعني الناس اللي فوق 18 لسانة يعني هادو يعني غادي يبجلوا لهم 6000 سريق وينضموا لهم واحدة رحلة باش يقوموا بترحيل ديالهم للمغرب وكنت من أخوتي أخوتي اللي عجبوا هاد الفيديو يبرتاجيه وكذلك يخليلي التعليق وكنت من هاد الفيديو تعم فيه الإفادة وكنشكركم بزاف المتابعة ديالكم والسلام عليكم وحمد الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة